السلام عليكم. ازيك هشابه في فيديو جديد من قناتكم دكتور ايرنينجز. شرح النهاردة شرح قيم جدا بالنسبة للمتدئين. هتقدر تكسب منه. لو انت حتى مبتدئ ما تعرفش اي حاجة في الربح من الانترنت. وكمان ممكن تكسب من اول يوم. بس شرح النهاردة مش انا اللي شرحولك. شرح النهاردة شرحه متابع من المتابعين. قال لي انا عندي استراتيجية. ممكن تفيد المتابعين اللي عندك. اه انا استخدمتها في انه يكسب منها. فحاب انه يشارك خبرته معكم. ويشارك الطريقة اللي هو بيستغل لها. فانه يكسب منها ارباح كويسة جدا. فزج الفيديو وقال لي انشر لكم الفيديو ده وهو اللي انتو هتتفرجوا عليه دلوقتي. بس قبل ما تفرجوا على الاستراتيجية وقبل ما تفرجوا على الفيديو حابب اقول مين اللي كسبوا معنا في الفيديوهات اللي فاتت بدعم قنواتهم على اليوتيوب. اول قناة كسبت معنا هي القناة دي. تاني قناة كسبت معنا هي القناة آآ دي. والقناة الاخيرة اللي كسبت معنا هي قناة آآ آآ اتمنى منكم تروحوا وتدعموا القنوات اللي انتم شايفينها قدامكم دي. ولو انت كمان عايز دعم زيهم. كل اللي عليك تعمله وانك تحط لايك الفيديو ده. وتشترك القناة وتفعل زر الجرس على الكل. وطبعا تعرفني انك عايز تشترك في المسابقة بانك تكتب في كومنت تحت عايز اشترك في المسابقة. ودروقتي هنشوف الاستراتيجية اللي قلت لكم عليها ملحوظة. اللي عامل الاستراتيجية دي متابع اسمه يوسف شعبان. لو ما تنسوش لو جابتكم الاستراتيجية تشكروا تحت في الكومنتات. يلا بينا. ازايكم عاملين ايه في الفيديو ده? هقدم لكم استراتيجيتين. هتقدروا تحققوا منهم اكتر من عشرين دولار يوميا. من خلال اليوتيوب ومن خلال الفيس بوك بطريقة سهلة جدا. كل اللي عاوزوا منك انك تشوف معي الفيديو ده الاخر سانية. وما تفوتش اي سانية علشان في مسابقة هتكلم عليها من خلال الفيديو ده. تابع الفيديو وما تفوتش اي سانية علشان تعرف شروط المسابقة وازاي تشترك فيها. وكل اللي عاوزوا منك انك تركز وتنفس كل اللي هقوله في الفيديو ده. حتى لو انت مبتدئ هقدم لك الاستراتيجيات وكل حاجة هتاخدها تبدأ تشتغل وتحقق منها ارباح بشكل مباشر. يلا بينا ندخل في الشعر ولكن بعد الانترو. ورجعت لكم تاني يا شباب. وفي فيديو النهاردة هنتكلم عن استراتيجيتين. لو انت مبتدئ هتقدر تنفزهم. ولو انت محترف كمان تقدر تنفزهم. وهما ازاي نحقق اكتر من 20 دولار يوميا من خلال الفيسبوك ومن خلال اليوتيوب بعمل بسيط جدا جدا. كل اللي عاوزوا منك انك تركز معايا في كل التفاصيل وفي كل كلمة بقولها في الفيديو ده. اول حاجة يا شباب استراتيجيت النهاردة هنعتمدها على موقع اختصار رابط وهو موقع عرب لينك. طبعا لينك الموقع ده هسيبه لكم في الدسكريبشن اسفل الفيديو او هسيبه لكم في المقالة اللي هتكون موجودة اسفل الفيديو. اول حاجة خلينا نتعرف على مميزات موقع عرب لينك. اول حاجة في موقع عرب لينك ان هو بيدفع لك كل اسبوع. يعني انت بتيجي اخر الاسبوع بتسحب الارباح بتاعتك. وكمان الموقع بيدي لك نص دولار هدية اول ما تسجل فيه الموقع. والحد الادنى للسحب من الموقع بيكون تلاتة دولار. يعني تقدر تجمع الحد الادنى ده بكل سهولة. وكمان الموقع فيه طرق دفع متعددة زي وبيبال وبايونير وتحويل بنكي. وكمان تقدروا تكلموا الدعم لو انتم حابين انهم يضيفوا اي وسائل جديدة. والموقع طبعا بيدفع لك معدل عائد ممتاز جدا بيوصل لحد عشرين دولار للدول الاجنبية وبيوصل لحد تمانية دولار للدول العربية. وكمان نسبة الاحالة في الموقع ده بتكون خمسة في المية مدى الحياة من اي شخص يسجل من رابط الاحالة الخاصة بك. وكمان الموقع ده بتقدر تتخطى الاعلانات فيه بكل سهولة او الزوار بتوعك بيقدروا يتخطوا الاعلانات بكل سهولة لان ما فيش اي اعلانات مزعجة في الموقع. والدعم الفن بيكون متاح معاك اربعة وعشرين ساعة لو عندك اي استفسار تقدر تتواصل معاهم من خلال الشات المباشر اللي موجود هنا. هتدخل تتواصل مع فريق الدعم تكتب اسمك وبدأ محادثة. وتبدأ تتكلم مع فريق الدعم لو عندك اي مشكلة. طيب خلينا دلوقتي نبص على او نبص على العائد لكل الف ظهور. زي ما احنا شايفين هندغط على كده ونشوف معدل لعائد لكل الف ظهور. زي ما احنا شايفين الدول الاجنبية زي ما قلت لكم في اول الفيديو انها بتوصل معنا لحد عشرين دولار وتسعة عشر دولار. خلنا ننزل الاسفل كده عندنا هو الاردن والامارات تمانية دولار والكويت تمانية دولار والمانيا والسعودية تمانية دولار. وطبعا سبقينه ممتاز جدا في الموقع ده. طيب الخطوة التانية خلنا نشوف اثبات دفع من الموقع علشان نتأكد من المصداقية هندوس على القائمة اللي فوق دي وندخل على ودي طبعا قسم موجود في الموقع دي اثباتات الدفع. انت بمجرد ما تشتغل على الموقع وتسحب اثبات الدفع الخاص بيك هيزهر معانا في الصفحة دي. طبعا بدين تدخل من ادارة الموقع. الصفحة دي بتزهر بشكل تلقائي. تمام? طيب خلينا دلوقتي نعرف ازاي نسجل في الموقع طبعا طريقة التسجيل سهلة جدا وكمان استنوا في مفاجهة تتكلم عنها بمجرد ما نسجل في الموقع فيركز معايا كويس جدا. هندغط على طبعا الرابط هيكون موجود في الدسكريبشن. ادخل سجل من خلاله. تمام? اول حاجة هنا بيطلب منك انك تحط بتاعك وده بيكون اسمك باللغة الانجليزية وبعدين بتحط حروف. على سبيل المسال انا هكتب كده. وبعدها مسلا انا هحط اتنين اربع خمسة. على سبيل المسال انت بتكتب كده. بعد كده بيقول لك حط الايميل بتاعك انت بتحط البريد الالكتروني الخاص بيك بالشكل ده. بعد ما تحط البريد الالكتروني الخاص بيك بيطلب منك انك تحط البسوورد. بتبدأ تحط وتعيد كتابة البسوورد. انا هكتب وراجع لكم تاني. انا كده كتبت وبعد كده بتقول له انا يعني علشان تحل الكراش. هلو ادلك علامة صح تمام? بعد كده بتعلم له هنا علامة صحة على اي اجرية يعني انت بتوفي على سياسة وشروط الموقع. بعد كده هتقول له علشان يبدأ يسجل الحساب الخاص بك في الموقع. هنا بيقول لي تم انشاء الحساب الخاص بك ولكن هنا الحساب بتاعك محتاج تفعيل. هو حاليا بعت رسالة على البريد الالكتروني الخاص بنا فيها رابط التفعيل. خلينا نروح مع بعض دلوقتي ندخل على البريد الالكتروني بتاع اللي انا دخلته ونشوف رسالة التفعيل ونكمل تسجيل في الموقع. امتاز جدا ودي كده الرسالة اللي وصلتني من الموقع. بمجرد ما سجلت وصلتني الرسالة ده بيقول لي دوس على الرابط ده علشان تفعل الحساب بتاعك. هبدأ اضغط على الرابط ده وافتحه من المتصفح اللي انا شغال عليه او اللي انا بنشئ من خلاله الحساب. زي ما احنا شايفين هنا بيقول لي تم تفعيل الحساب الخاص بك اللي ظهر فيه الخط الاخضر ده. هبدأ هنا اسجل دخول الحساب بتاعها. حط اليوزر نيم اللي انا سجلت به. اللي هو اسمه والحروف او الاركام اللي بعدها. وبعد كده بيقول لي دخل البسورد. هبدأ احط البسورد في المربع التاني. وبعد ما حط الاسم والبسورد هقول له لوجين علشان يبدأ يدخلني على الموقع. بشكل مباشر بيتم الفتح حساب الخاص بك في الموقع زي ما احنا شايفين مع بعض كده. دي لوحة التحكم الخاصة بك او لوحة العدو الخاصة بك. هنا بيظهر لك عدد المشاهدات وبيظهر لك الارباح الخاصة بك. وبيظهر لك او متوسط الارباح الى حالة. الجزء اللي موجود بالاعلى ده دي بتكون الاحصائيات اليومية. الجزء اللي موجود بالاسفل ده نفس الاحصائيات ولكن هنا احصائيات الشهر بالكامل. طيب خلينا نبص هنا على الملاحظات اللي الموقع كاتبها لنا. اول حاجة الموقع بيقول لنا ان انت بتاخد نص دولار هدية بمجرد ما بتسجل. والنص دولار الهدية دي بتظهر في قسم المدفعات. هتقدر تضغط عليها كده. قد الموقع دفلنا نص دولار هدية زي ما احنا شايفين مع بعض. تمام? خلينا نرجع كده للصفحة اللي فاتت. طيب هنا بعد كده الموقع بيقول لنا اقروا الشروط. هتضغط على كلمة من هنا دي علشان تبدأ تشوف شروط الموقع. دي كده شروط الموقع تقدر تدخل عليها وتقراها علشان طبعا تحافظ على الحساب بتاعك. بعد كده الموقع عامل مسابقة بيقول لك هنا اشرح الموقع على قناتك على اليوتيوب. ولو الفيديو بتاعك جاب الف مشاهدة وجاب عشر احالات متفاعلة تقدر تاخد او تقدر تبعت اللينك بتاع الفيديو ده لادارة الموقع والموقع هيبعت لك خمسة دولار هدية تاخدها بشكل مباشر. تمام? طبعا لو انت عملت الفيديو هتضغط على كلمة من هنا دي هيدخلك على صفحة الاتصال بالموقع تقدر تتواصل معاهم على اي وسيلة موجودة في الصفحة دي. طبعا وسائل التواصل معاهم عن طريق الايميل اللي هو البريد الالكترون اللي ظهروا قدامنا ده او من خلال صفحة الفيسبوك او من خلال الشيات المباشرة اللي موجود في الموقع اللي اردتو لكم في اول الفيديو. طريقة سحب الارب واح من موقع عرب لينك. اول حاجة هتضغط على الطلت شرطات اللي فوق دول وتدخل تملى البيانات الخاصة بيك. هتضغط على كلمة وبعد كده تضغط على كلمة علشان تبدأ تملى البيانات الخاصة بيك. الخطوة ده مهمة جدا علشان تبدأ تسحب الارب واح الخاصة بيك. اول حاجة بتبدأ تحط اسمك هنا تحط اسم والدك هنا وبعد كده بتحط العنوان الخاص بيك وبعد كده بتحط المدينة وبتكمل هنا بقي العنوان وهنا بتحط الرمز البريدي الخاص بيك وهنا بتختار الدولة الخاصة بيك. طبعا دي كلها بيانات شخصية وبعدين بتحط رقم التلفون ولازم تملى البيانات دي كلها بشكل حقيقي ما تكتبش اي بيانات وهمية. طيب نجل بعد كده وهي وسيلة الدفع. خلينا هنا موجود قدامنا وسائل الدفع المتوفرة في الموقع. خلينا نختار مع بعضها. عندنا بيبال عندنا فودافون كاش وعندنا بيونير وعندنا وسترن يونيون وعندنا التحويل البنك. على سبيل المسال انا هسحب عن طريق البيبال. هبدأ اختار البيبال بالشكل ده. وابدأ احط ايميل البيبال في المربع اللي انتو شايفينه تحت خالص ده. وبعد ما اكمل كل البيانات هضغط على كلمة صمت اللي موجودة في الزرار الازرق ده. علشان كده اكون سجلت كل البيانات الخاصة بي. ولعلى سبيل المسال لو انا اخترت فودافون كاش هبدأ احط رقم فودافون في المربع ده. ولو انا اخترت اي وسيلة دفع من الوسائل اللي موجودة برضو بدخل كل البيانات الخاصة بيها من خلال المربع ده. ولو انت في وسيلة دفع انت مش عارف تدخل ايه في المربع ده? ممكن تتواصل مع اشيات في الموقع او تتواصل معهم على صفحة الفيسبوك وتستفصل عن الحاجات اللي مطلوبة منك علشان تبدأ تسحب الارباح الخاصة بيك. هم حاجة انك تملى البيانات ده كلها بشكل صحيح وبلاش تكتب اي حاجة غلط او تنسى واتدخل وسيلة دفع غلط علشان هيتم التحويل عليها بشكل تلقائي من الموقع. ده كده طريقة سحب الارباح من موقع عرب لينك. ده كده يعتبر معزم الحاجات اللي موجودة معنا في موقع عرب لينك. لينك التسجيل في الموقع هيكون موجود في اسفل الفيديو. ويلا بينا ندخل في الاستراتيجيتين اللي اتكلمتكم عنهم في اول الفيديو. وبعدها هنتكلم عن الاستراتيجية الاولى وبعدين هنتكلم عن المسابقة ان شاء الله. تمام? طيب الاستراتيجية الاولى وهي عن قريق اليوتيوب. ازاي هنقدر نحقق ارباح من خلال اليوتيوب وموقع عرب لينك او موقع اختصار الروابط. بكل بساطة ان احنا هنشتغل على مجال المباريات. هنشوف ايه المباريات المهمة ونبدأ نشتغل عليها. على سبيل المسال. انا دلوقتي هدخل على صفحة جديدة. هدخل على جوجل كده وهكتب مباريات اليوم. زي ما احنا شايفين مع بعض كده هاقول له مباريات اليوم. او انت تكون طبعا عارف المباريات لو انت متابع بكرة. طبعا يجيب لك هنا يلا كرة او كرة اي موقع ازهار لك هنا رياضة تبدأ تدخل عليه. وتشوف المباريات المهمة. على سبيل المسال احنا هنختار مع بعض مباراة ونشوف. وبعد ما بنختار المباراة بنبدأ اول حاجة نعمل فيديو بسيط جدا للمباراة دي ما بين الفريقين. طبعا هعرفكم ازاي تعملوا فيديو احترافي زي اللي انتم شايفينه قدامكم دلوقتي. طبعا الفيديو ده بمجرد ما المشاهد يدخل ويشوفه هو شايف دلوقتي الوجهات بتاعة المباريات وشايف علامة التحميل. وكمان في اشارة سجنال كده زي شايفين اشارة ان تقطيع وكده. ومكتب له هنا ازا لم يعمل معك البس المباشر اضغط على الرابط اسفل الفيديو واشاهد المباراة بجودة عالية بدون تقطيع. طبعا بمجرد ما الشخص يدخل الفيديو بتاعك على اليوتيوب ويشوف الشكل ده بكل بكل تلقائية هينزل للرابط بتاعك ويدوس عليه ويتخطى وانت كده تحقق اربح. فانا هعرفك ازاي تعمل الفيديو ده بكل سهولة وبكل بساطة وبعد كده عرفك ازاي ترفعه على اليوتيوب. وتزبط كل حاجة فيه ويتحقق منه اربح. طيب. اول حاجة انا هسيب لك الفيديو ده في المقالة تقدر تحمله وتعدل عليه. طبعا هسيب لك الفيديو ده انت كل اللي هتحتاج تعدل عليه اللوجهات بتاعة المباراة. يعني انا هسيب لك المكان اللوجو ده فاضي. ومكان اللوجو ده فاضي. وكمان اسم الفرقين هسيبه لك فاضي بالشكل ده. هسيب لك الفيديو بالشكل اللي انت شايفه ده. وطبعا فيه موسيقى على الفيديو برضو بدين حقوق استخدمه بالموسيقى بتاعته زي ما هيكون معاك الفيديو بالشكل ده كل اللي عليك انك هتفتح الفيديو ده في برنامج كين مصدر او اي برنامج مونتاج انت بتعرف تستخدمه لو انت بتستخدم الكمبيوتر تقدر تستخدم نفس الفيديو على كامتازي على الكمبيوتر او اي برنامج تاني بتستخدمه على الهاتف الخاص بيك مفيش عندك اي مشكلة هتبدأ تحط اللجاهات الخاصة بيك وتكتب اسم الفرقين اللي بيلعبوا بس كده ما فيش اكتر من كده كل اللي انت هتعمله هتحط اللجاهات واسم الفرقين وخلاص وبعد كده هتعمل استخراج للفيديو او ان انت هتعمل هتصدر الفيديو طبعا خلينا نرجع كده اللي احنا مسحناهم هدي كده هدي كده الفيديو كامل هنبدأ نضغط هنا نعمل له استخراج ده لو انت بتستخدم كين مصدر بعد كده هتقول له تصدير طبعا الفيديو مسحته او حجمه صغير فانت تقدر لو في مبارياتين مهمين في نفس اليوم تقدر تعمل لهم فيديوهات بكل سهولة زي ما احنا شايفين في اقل من خمس دقايق تقدر تعمل فيديو للمباراة دي بعد طبعا الفيديو ما بيتم استخراجه للهاتف بتاعك او للكمبيوتر لو انت بتستخدم كمبيوتر او لابتوب بتروح على اليوتيوب وتبدأ ترفع الفيديو الخاص بيك خلينا دلوقتي ندخل على اليوتيوب ونشوف مع بعض ازاي بنرفع الفيديو ده وايه بنكتب العنوان بشكل ايه علشان يجيب لنا مشاهدات ونحقق منه اكبر عدل من المشاهدات وبالتالي اكبر نسبة من الارباح طيب بعد ما تروح على اليوتيوب طبعا انت اكيد عندك القناة على اليوتيوب لو ما عندكش روح شوف ازاي تعمل قناة ويعمل القناة وبعد ما تعمل القناة طبعا انا شرحي النهاردة كله من الهاتف فطبعا ما عندكش اي حجة كلنا معنا موبايل نقدر نمسكه ونحقق منه اربح هنبدأ نضغط على علامة ازاي الده وبعد كده هنقول له تحميل فيديو وهبدأ اشوف الفيديو اللي انا عملتله استخراج زي ما احنا شايفين مع بعض ده كده الفيديو اول حاجة هنا بيطلب منك انك تحط عنوان الفيديو طبعا عنوان الفيديو هنكتبه ازاي اول حاجة هنكتب بس مباشر بس مباشر تمام بعد كده هنعمل شرطة زي ما انتم شايفين مباراة بعد كده هنكتب اسم الفرقين اللي بيلعبوا مثلا احنا هنا عندنا الزمالك والجونة تمام بس مباشر الزمالك والجونة بتكتب العنوان بالشكل اللي انت شايفه ده تمام ممكن تكتب بعدها كده اسم اي موقع رياضي مشهور يعني ممكن تكتب بس مباشر مباراة الزمالك والجونة يلا كورة او يلا شوت او في الجول اي موقع رياضي مشهور تبدأ تكتب اسمه هنا بعد كده بتنزل في وصف الفيديو طبعا في وصف الفيديو ده يفضل ليك هقولك على حاجة احترافية تعملها علشان الفيديو يزهر معك بشكل كبير. هتروح تبحس عن المباراة على جوجل تكتب اسم الفرقين اللي بيلعبوا. هتلاقي مواقع كتير كتب مقالات عن المباراة. هتبدأ تفتح اي مقالة دي وتنسخ المقالة بالكامل وتجي تحطها هنا. ولكن ركز معها كويس جدا. قبل ما تحط المقالة هنا ابدأ اول حاجة اقول له هنا كده لمشاهدة المباراة. لمشاهدة المباراة بجودة عالية من هنا. وبعد كده بتحط نقطتين كده فوق بعض وبعد كده بتحط له الرابط المختصر اللي احنا جبناه اللي هو رابط البس المباشر. بعد ما بتحط رابط البس المباشر في الحتة دي بتبدأ تنزل الاسفل كده وتعمل شرط كده زي ما احنا شايفين او علامات او اي حاجة اعمل فاصل بمعنى اصح وبعدين ننزل تحت ابدأ اعمل للمقالة اللي انت نسختها من جوجل. طبعا خطوة مهمة جدا جدا دي لازم بتعملها. علشان الخطوة دي بتخليك انت تظهر في محركات البحث بشكل اكبر. تمام كده? تمام هنا ملينا طبعا الوصف بتاع الفيديو. بعد كده بتروح هنا على دي وبتخليها عام. بتخليها عام. او عد خليها مدرج او خاص. خليها على عام. بعد كده بترجع كده. طبعا هنا بيقول لك الموقع الجغرافي. ممكن هنا تحدد الموقع بتاعك لو الفرقين اللي بيلعبوا مسلا من مصر بتحدد هنا مصر. تمام? وبعد ما بتملأ كل بيانات الفيديو بالشكل ده بتبقى تقول له تحميل هيبدأ يرفع معاك الفيديو على القناة. بمجرد ما يرفع معاك الفيديو بتروح على قناتك بتلاقي طبعا الفيديو اترافع معاك في ادارة الفيديوهات بالشكل ده. بتلاقي الفيديو هنا هو بيحمل معانا. تمام? طبعا لو اشتغلت على الاستراتيجية دي هتحقق منها ارباح ممتازة لكن انت عايزك تركز على المباريات المهمة زي ما قلت لك وتنزل ما اتفوتش اي مباراة مهمة. حتى لو فهم مبارياتين مهمين تقدر تعملهم فيديو لان الموضوع بسيط جدا جدا ومش هياخد منك اي وقت. طبعا اه يفضل لك انك تنزل برنامج استوديو اليوتيوب لو انت بتستخدم الموبايل علشان تحط صورة مصغرة زي الصورة المصغرة اللي انتم شايفينها في باقي الفيديوهات اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة دي بدل الصورة الافتراضية اللي بيكون اليوتيوب حاططها. او لو انت بتستخدم كمبيوتر طبعا هيكون عندك اختيارات اكتر في اه وانت بترفع الفيديو انك تحط الصورة المصغرة اللي بقولكم عليها دي وانك تحط كمان كلمات دلالية في التاجز بتاعة الفيديو. طبعا الكلام ده كله اكيد انتم عارفينه ولو انتم مش عارفين الجزئية دي ياريت تبحثوا على اليوتيوب ازاي نرفع فيديو بشكل احترافي على اليوتيوب ونحقق منه اه مشاهدات كبيرة. ابحث عن الكلمة دي وشوف كزا فيديو بيشرحوا ازاي ترفع فيديو على اليوتيوب علشان تعرف تهايي بشكل صحيح للفيديو بتاعك وتظهر للناس بشكل اكبر وتحقق اكبر عدد من المشاهدات. طبعا انت بتيجي في وقت البس المباشر وبتبحس على جوجل بتكتب بس المباشر مباراة مثلا الاهلي والزمالك او اي فريقين. بعد كده بتدخل على موقع يلا خورة او اي موقع منزل البس مواقع كتير جدا جدا بتكون منزلها البس قبل المباراة بشوية او عاملة المقالة اللي هينزل فيها البس قبل المباراة بشوية. احنا افترضنا ان ده رابط البس المباشر هنروح كده على البس وناخد مسلا اللينك بتاعه. ده كده لينك البس المباشر. احنا بنفترض ان ده البس المباشر لان ما فيش مباريات شغلة دلوقتي. طيب خلينا نرجع تاني كده لموقع اختصار رابط. بعد ما جبنا رابط البس المباشر هنبدأ نختصر الرابط في الموقع ده هنحط الرابط بتاع البس المباشر ونقول له شورتن ونختصر الرابط. كده احنا هيطلع لنا الرابط المختصر. اهو نقدر نعمله كده. وناخده نسخ. تمام? بعد كده هنروح على اليوتيوب ننشر الفيديو بتاعنا بالطريقة اللي انا هسبالك في المقالة اسفل الفيديو. بعد ما عملت الفيديو ورافعته على اليوتيوب وهيأتي السيو. هتيجي في الوصف بتاع الفيديو. هتكتب كده مشاهدة المباراة بدون تقطيع. اضغط على الرابط ده. الناس هتدخل على الرابط طبعا هيتخطوا الاعلانات او يتخطوا رابط المختصر بكل سهولة وهيوصلوا للمباراة. ومش عاوز اقول لك على كم الترافك او كم الزيارات اللي انت هتقدر تحققها من خلال الطريقة دي. لانها بكل بساطة بيكون ضغط جدا جدا وناس كتير بتبحس عن المباراة دي. لكن انت عاوزك تركز جدا جدا وتختار المباراة المهمة اللي بيكون عليها الترافك عالي او بيكون عليها بحث عالي. طبعا لو انت متابعة كرة اكيد هتكون عارف ايه المباراة المهمة. تمام? لو مش عارف زي ما قلتلك هتدخل على جوجل وتبدأ تبحس عن المباراة وتشوف اه المباراة وتبدأ تشتغلها. طيب دي كده كانت الاستراتيجية الاولى. وسمحوني لو بطول معكم في الشرح لكن انا حابب اوصل لكم كل حاجة بكل التفصيل علشان طبعا لو في ناس مبتدئة معنا. طيب دلوقتي انا خلصت الاستراتيجية الاولى خلينا نتكلم عن المسابقة اللي قلت عنها في اول الفيديو. المسابقة دي بتاع عارف لينك وتحط اللي في التعليقات تحت اسم المستخدم الخاص بك اللي هو تحطهولي في تعليق. وطبعا الاسبوع الجاي بعد نزول الفيديو ده هنختار فائز من الاشخاص اللي هيعلقوا على الفيديو ده هيكسب خمسة دولار. طبعا الاختيار هيكون عشوائي. بس لازم تكون عامل الشروط اللي انا قلت عليها. طبعا شروط سهلة جدا جدا واي حد فيكم يقدر يعملها. طيب خلينا ندخل على الاستراتيجية التانية وهي الربح من اختصار الروابط والفيسبوك. طبعا في استراتيجيات كتير جدا جدا لانك تحقق ارباح من خلال الفيسبوك واختصار الروابط. لكن انا في فيديو النهاردة او في استراتيجيات النهاردة انا هقدم لك حاجة كده يعني ناس كتير قوي بتبحث عنها. وهي عن الالعاب المدفوعة والتطبيقات المدفوعة. طبعا انت بتشوف الناس بتبحث عن لعبة بتكون موجودة بفلوس على المتجر ناس كتيرة جدا جدا بتبحث عنها علشان تجيبها بشكل مجاني ده انت هتوفره للناس ازاي هنوفره للناس في المقالة اللي تحت الفيديو ده هسيب لك تلات مواقع تقدر تجيب منهم اي لعبة او اي برنامج او اي طبيق مدفوع هتقدر تجيبه بشكل مجاني طبعا بكل سهولة هتروح على الموقع اللي هتجيب منه اللعبة وتجيب الرابط بتاع اللعبة المدفوعة دي اللي هي موجودة على الموقع بشكل مجاني وتيجي تختصر الرابط في موقع عرب لينك وبعد كده هتاخد الرابط المختصر وتروح على جروبات الفيسبوك اول حاجة هتروح على فيسبوك وتبحث عن الجروبات المهتمة بالمجال ده هتبدأ تكتب كده في مكان البحث في الفيسبوك هتكتب تطبيقات هتكتب العاب هتكتب تطبيقات مهكرة تطبيقات مدفوعة مجانية تطبيقات اندرويد ابحث باي كلمة مفتاحية وابدأ انضم للجروبات دي وبعد ما تنضم للجروبات دي هتتقبل في الجروبات ابدأ ادخل وانشر الروابط بتاعتك ولكن مش عاوزك تنشر بشكل عشوائي عاوزك تكون زاكي جدا في النشر بمعنى انك تنشر بوست الناس تستفاد منه تنشر بوست يكون فيه صورة تشد الشخص او تشد العدوى على انه يشوف ايه المنشور بتاعك بيتكلم عن ايه وتبدأ بقى تنزل اكتر من منشور طبعا في جروبات بتكون مانع النشر او مانع نشر الروابط فالجروبات دي احنا هنتجنب النشر فيها بشكل مباشر ولكن هنبدأ ننشر فيه التعليقات ولكن زي ما قلتلك حاول تنشر فيه التعليقات مش على هيئة ان انت شخص سبام لا حاول تنشر على انك انت شخص بتساعد على سبيل المثال ان انا دخلت الجروبات دي ولقيت شخص ولقيت شخص بيطلب مثلا تطبيق او لعبة معينة ابدأ اقول له ان اللعبة دي موجودة وايه مميزاتها والكلام ده كله في الاخر هحطوله الرابط التحميل المختصر انا كده استفدت منه والتعليقات ناس كتيرها بتشوفها مش صاحب البوست بس اللي بتشوفها لأ الناس كتيرها بتشوفها تمام دي كده الاستراتيجيتين اللي انت هتحقق منهم ارباح طبعا انا شرحت كل حاجة في الاستراتيجيتين واسف جدا لو طولت عليكم لكن انا حبيت اوضح كل حاجة وطبعا لو في اي استفسار تقدر تسيبوه تحت الفيديو ده وهحاول ارد على كل التعليقات ان شاء الله تمام اتمنى ان الجميع يكون استفاد ويقدر يحقق ارباح من الاستراتيجية دي وزي ما قالت لكم ما تنسوش شروط المسابقة لو حابين تشتركوا فيها وكمان لينك التسجيل في موقع عرب لينك هسيبه لكم اسفل الفيديو وهو ده كان شرح النهاردة واتمنى ان الجميع يكون استفاد وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته